بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على فراد مستقيم تنذل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يقونون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مؤمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبئ الذكر وقشي الرحمن بالغيب وقشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونطب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحقيناه فيه إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب الكرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فقذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أندل الرحمن من شيء آتم إلا تقذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاب المبين قالوا إنا تتيننا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا منا عذاب عليم قالوا طائركم مأكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلسون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبئوا المرسلين اتبئوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فتاني وإليه ترجعون أأتفذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بذر الله تغني عني شفاءة شيئا ولا ينكزون إني إذا لفي ذلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفل لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيهة وهدة فإذا هم خامدون يا هسرة ألل الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون ألم يروا كم أحلقنا قبلهم من الفرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نكيل وأعناب وفجلنا فيها من الأيون ليأكلوا من سمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت العرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجدي لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والكمر قدرناه منازل حتى آذاك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أن عملنا عزيزهم في الفلك المشعون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا سديك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم اتكوا ما بين عيدكم ما بين عيدكم وما خلفكم لألكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا أنها معرزين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رذقكم الله قال الذين قفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطئم من لو يشاء الله أثأمه وقفروا إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شادكين ما ينظرون إلا شيهة وعيدة تأكدهم وهم يكشمون فلا يستطعون سقوسية ولا إلى أحدهم يرجعون من فك في السور فإذا هم من الأجداس فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وسلك المرسلون إن كانت إلا شيهة واحدة فإذا هم جميعوا لدينا محزلون فاليوم لا تذلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أقحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأجواجهم في زلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتعوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تقبلوا الشيطان إنه لكم أذب مبين وعن يعبدوني هذا سباة مستكيم ولقد عزل منكم جبلا قسيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جعنم التي كنتم تؤدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقتم على أفباههم وتكلمنا أيديهم وتشحد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمستنا على أعينهم فاستبقوا السرات فعنا يبسرون ولو نشاء لمسقناهم على مقانتهم فما استتاءوا مريا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في القلق أفلا يعكلون وما ألمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أبا لم يروا أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا أن آمنوا أم لا مالكون وزللنا لهم فمنها رقوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافر مشارب أفلا يشكرون فاتغدوا من دون الله آلهة لأن لهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يحلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خذيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي الإزام وهي ذمين كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلك عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقصر نارا فإذا أنتم منه توكدون أليس الذي خلق السعادات والعرض بكادر على أن يقلك مثلهم بلى وهو الكلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من أن يقول له قل سيقول فسبحان الذي بيده ملقوت كل شيء وإليه ترجعون موسيقى موسيقى